فيما يبقى الوضع في سودان على توتره وسط مخاوف من تفاقمه وطول أمده تتقدم إلى الواجهة أزمة اللاجئين من هذا البلد وعلى وقع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع تتواصل حركة اللجوء من السودان إلى دول الجوار وكذلك النزوح داخل البلد نفسه وتشغل هذه الأزمة لمنظمات الدولية المعنية وقد طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدولة بالسماح للفارين من السودان بدخول أراضيها دعية للحكومات إلى عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى بلادهم هل تدل هذه الدعوات الأممية إلى أن الأوضاع تتجه إلى الأسوأ في السودان؟ وما هي أبرز الصعوبات التي تواجه اللاجئين؟ وماذا تفعل المنظمات المعنية لحل هذه الأزمة؟ معنا من نيروبي الليلة مسؤولة لاتصالات الإقليمية ببرنامج الغذاء العالمي برندا كاريوكي أستاذ برندا أهلا وسهلا بك معنا دائما في برنامج غرفة الأخبار دعيني أنطلق معك من هذا الرقم الذي حددته الأمم المتحدة قبل قليل 19 مليون شخص في السودان قد يعانون سوء تغذية حادة خلال الأشهر المقبلة ما هي مخاوفكم في هذا الإطار؟ وكيف سيتم التعامل مع هذا الواقع المرير الذي ينتظر السودانيين؟ شكرا جزيلا على استضافتي قبل بدء ونشوب الأزمة في السودان كان هناك 15 مليون شخص يعانون والآن هذه المعاناة تتفاقم هذا يعني أن الكثير من الأشخاص لن يكون لهم يأكلونها وسيعانون سوء التغذية وأولئك الذين في عائلات فيها حوامل أو الفتيات المستعدات للزواج قد يتضررنا أكثر بسبب سوء التغذية وكذلك المجاعة في بعض الأماكن ولذلك فإن الأمم المتحدة تعمل معنا في برنامج الغداء العالمي من أجل أن نقدم مزيدا من الغداء لأولئك الذين ينزحون والذين يتضررون بالنزاع نعرف مسبقا أن السودان يستضيف العديد من اللاجئين من الدول الجارة وأولئك اللاجئون اضطروا إلى العودة إلى بلدانهم أو إيجاد مآوية آمنة وبالتالي الوضع خطير جدا ومقلق الكثيرون سيجوعون مع تفاقم الوضع هل سنكون أمام سيناريو إنساني كارثي أستاذة برندا إذا ما نظرنا قليلا إلى التصريحات الأخيرة إلى الدعوات الأممية لعدم إجبار اللاجئين السودانيين على العودة إلى بلدانهم كل هذه التصريحات تشير بكل وضوح إلى أن هذه الأزمة ستستمر طويلا هناك قلق كبير وهناك مخاوف تفيد بأنه إذا لم يتوقف القتال قريبا فإن الوضع قد يتحول إلى كارثة الكثيرون في السودان سواء كانوا سودانيين أو لاجئين من دول مجاورة يريدون الآن أن يجدوا ملاذا آمنا وهذا أمر مقلق للأمم المتحدة ولكل المنظمات الدولية وخصوصا أن الناس يفتقرون إلى الماء والغداء وكذلك الدواء وأيضا يفتقدون إلى الأشياء المنقدة للحياة الطرق الآمنة لإيصال هذه المساعدات لم تتوفر حتى الساعة كيف سيبدو وضع اللاجئين الذين ينجحون بمغادرة مناطق الاشتباكات أستاذ برندا علما أن عدد كبير من موظفي وعاملي المنظمات الإنسانية قد غادروا السودان من بين المهام الملحة هي أن يقدم الطرفان على التفاهم من أجل السماح لعمال الإغاثة بأن يصلوا إلى المحتاجين وذلك حتى يكون هؤلاء المحتاجون قادرين على الاستفادة من أي مساعدات يمكن أن تصلهم كذلك لا بد من إيجاد ممار مدنية آمنة وذلك حتى توزع المساعدات وخصوصا الأطعمة وكذلك المواد المنقدة للحياة نجدد التأكيد للطرفين المتقاتلين على فعل ما يمكنهم من أجل السلام هذا أمر ضروري ويجب أن يتعامل معه بإلحاح سيد بريندا نفهم أن لا تصل المساعدات إلى الخرطوم العاصمة حيث الاشتباكات الآن وحيث المطارات والمداخل إلى العاصمة مقفلة لكن ما الذي يمنع أن لا تصل إلى الولايات الأخرى حيث يوجد هناك منافذ ويوجد هناك مطارات يمكن الاستفادة منها للوصول إلى المحتاجين وإيصال المساعدات إليهم برنامج الغداء العالمي يعمل مسبقا في عدد من الولايات والأماكن في السودان سواء في كاسالا أو في الجزيرة أو بعض المناطق الأخرى هذه المناطق آمنة ولدينا مخزونات ومستودعات في السودان ولذلك فهي توزع على أولئك المحتاجين وخصوصا اللاجئين والنازحين وأيضا أولئك الذين يستفيدون ويسهل الوصول إليهم ولذلك هناك عدد من المدن فعلا هي آمنة وعمال إغاثة ينشطون في تلك الأماكن ولكننا نحتاج جهودا أكبر وفتح ممار أكثر للوصول إلى كل المحتاجين وإنقاذهم ونحن نأمل أن تصل أيضا المفاوضات في السعودية إلى هذه المخارج لأنه ستبحث حقيقة الموضوع الإنساني بشكل رئيسي شكرا جزيلا لمسؤولة الاتصالات الإقليمية ببرنامج الغذاء العالمي بريندا كاريوكي على المشاركة معنا الليلة من نيروبي شكرا شكرا